نعم طبعا أنا حضرتك ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويديك الصحة وياكم الله يغفر لنا وياكم لكن كنت أختنف مع حضرتك كنت سمعت حضرتك بالكلام على الشيخ الشعراوي وقلت إنه ومعظمة دا حديث اللي قالها بعيفة فأنا تشكلت في كل حاجة بسمحها كده منه لا هو كلامه في توحيده الربوبية وكلامه وردوده على الملاحدة نافعة جدا وردوده على الملاحدة لكن الناحية الحديثية هو مقل جدا رحمة الله تعالى عليه مقل جدا من ذكر الأحاديث عن رسول الله ولعلك تسمع يعني يسمع محاضراته قل جدا ذكره لأحاديث عن رسول الله وأقل 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 أن يذكر قال ابن مسعود قال ابن عباس أئمتنا وعلماؤنا فهو له خواطر له خواطر يذكر خواطرها حول الآية نحن نكلم الأحاديث الأحاديث وتحريها ليس من يعني تحرص صحة ليس منهجا عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله فكل يأخذ منه ويرد لكن أقول هو مجيد في الردود على الملاحدة في الردود على الملاحدة مجيد في هذا الباب ولكن التوجه الصوفي لا نحمده ما أحد ولا نحمده لأحد وكذلك الأحاديث الضعيفة جدا لا نقبلها بل ولا نقبل الضعيف أيضا فضلا عن الضعيف جدا عن مثلا حديث أول ما خلق الله نور النبي كيجابر حديث تألف وحكم عليه بعض عدد الملعامة بالوضع إلى غير ذلك فهذا الذي أقوله باختصار وهذه أمور سنسأل عنها بين يدي الله فلن تنفعني لا أنت ولن تنفعني عاطفة والذي يعنينا هو أن نبين أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والرجل أفضل إلى من قدم لكن لا نحمد الاتجاهات الصوفية والاتجاهات التي فيها أحديث طعيفة وموضوعها بارك الله فيك ويشكر من هاجم الملاحدة ويشكر من فند الرأي الملاحدة الزائغي السلام عليكم